اشتركوا في القناة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين يقول علي صلوات الله وسلامه عليه كن في الفتنة كابن اللبون لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب هذه حكمة من حكم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهذه الحكمة مثبتة في نهج البلاغة طبعا الشريف الرضي أثبتها الحكمة في القسم الثالث من نهج البلاغة اللي هو حكم أمير المؤمنين عليه السلام تدرون نهج البلاغة قسمه الشريف الرضي رحمة الله عليه إلى ثلاثة أقسام القسم الأول خطب وكلام أمير المؤمنين عليه السلام والقسم الثاني كتب ورسائل أمير المؤمنين عليه السلام والقسم الثالث حكم ومواعظ أمير المؤمنين المختصرة صلوات الله وسلامه عليه هذه الحكمة مثبتة في القسم الثالث من نهج البلاغة وإحنا برنامجنا من هدي نهج البلاغة يقول علي عليه السلام كن في الفتنة كابن اللبون لا ضرع فيحلب ولا ظهر فيركب أو لا ظهر فيركب ولا ظرع فيحلب هكذا يقول علي عليه السلام الفتنة أيها الأحبة مأخوذة يعني كلمة الفتنة مأخوذة من مادة فتنة وهذه المادة بمعنى وضع الذهب في النار لتخليصه من الشوائب ثم استعملت هذه المادة لكل امتحان واختبار وبلاء وعذاب في الواقع ولكل هذه العناوين مصاديق قرآنية في الواقع يعني القرآن استعمل هذه المادة في كل ما ذكرنا وزيادة الإمام علي يقول كن في الفتنة كابن اللبون يقول علي عليه السلام ابن اللبون وليد الناقة الذي أكمل السنتين ودخل في السنة الثالثة طبعا هذا لما يكون بهالعمر هذا ما يتحمل أن يركبه إنسان يعني ما عنده ظهر للركوب في الواقع ولا له ضرع أيضا فيحلب وهو يصير ذكر الناقة أيضا ولهذا ليس له ضرع فيحلب الإمام علي يقول بالفتنة الإنسان كن هكذا يصير لا له ظهر فيركب ولا له ضرع فيحلب بمعنى أن الإنسان بالفتنة لا يستغلوه شلون كلام مهم هذا نحن الآن بأمس الحاجة له الإنسان بالفتنة لا يستغل من قبل أصحابها الإنسان بالفتن لا يوظف لأغراض أصحاب الفتن ولأهداف أصحاب الفتن لا يستغلوك أنت كإنسان صير واعي صير مثقف صير فطن صير كيس لا تخلي غيرك بفتنة يستغلك لمقاربه ولأهدافه ولما يريده صير واعي إحنا عدنا بالروايات الشريفة المؤمن كيس المؤمن فطن المؤمن في ثقافتنا الدينية مو غبي كل شي مشون على ظهره بكل شي يستغلوه بكل شي يوظفوه ويحققون مقاربهم من خلاله المؤمن يكون يصير فطن واعي ما ينطي هكذا فرصة لأصحاب الفتنة وللفتنة في الواقع الخلاصة أهل الباطل ينبغي على المؤمن أن ما ينطيهم مجال لاستغلاله في الواقع وما ينطيهم مجال للتوظيف لأجل مقاربهم خصوصا وأن علي عليه السلام يقول عن الفتنة في مورد آخر غير هذا المورد أنه الفتنة لما تجي ما تجي بشكلها القبيح بشكلها البشع الفتنة أنا رح أقرأ النص العلوي لذلك الفتنة لما تجي عادة تلبس لباس جميل حتى تغش الناس الفتنة ما تجي بشكلها القبيح بشكلها البشع مثل ما بينت وإنما بالتعبير اليوم تتمكيج تزين تزين والقرآن طالما تكلم عن الزينة وإلى آخره والزينة إلها مصاديق ومحاور في ثقافة القرآن الكريم وكلام كثير الآن لسنا بصدده ولسنا ومو محلة الآن نتكلم به في بحث خاص عن الزينة نسولف عن هاي التفاصيل كاملة مشكلة الفتنة لما تجي أيها الأحبة أيها الإخوة والأخوات ما تجي بشكلها البشع وإنما تحاول تزين وتنطي مظهر حسن عنها مظهرها تحاول أن تخلي مظهرها يكون حسن ولهذا الإنسان المواعي الإنسان ما عنده معرفة الإنسان المو مثقف كما في تعريف كما في لغة اليوم الإنسان المو مثقف كما في كلمات أهل العصر اليوم عادة ما ينغش بيها يعني ينظر إلى ظاهرها وما ينظر إلى حقيقتها ينغش بظاهرها بزينتها ولهذا تستغلها وتوظفها وتحقق مآربها من خلالها وبعدينهم تعوفها وتمشي الذبها وتمشي لما تخلص شغلها وياه تذبهم ما تبقوا يعني ما تخلي يبقى وياهم إلى نهاية المطاف أو نهاية المسيرة لا أبدا المهم تتخلص أغراضها من خلاله بعدينها متشيل الشمرة تصفي أصلا الإمام علي يقول إن الفتنة في مورد آخر طبعا بس نجمع بأن هذا المورد ومورد حلقتنا أنه كن في الفتنة كابن اللبون لا ضرع فيركب لا ضرع فيحلب كما يقول علي عليه السلام يقول إن الفتنة إذا أقبلت شبهت وإذا أدبرت نبهت يقول علي عليه السلام الفتنة لما تقبل تشبه الإنسان لأن خالنا مكياج امزينا روحها تجيب شعارات رنانة شعارات يتفاعلوا ياها الناس ولكن هي في حقيقتها جاية لأجل شيء آخر مو لأجل الشعارات اللي يتبولها الإنسان يكون يصير فطن المؤمن مو كل يوم يلدغ مو كل يوم يلدغ المؤمن المفروض ياخذ عبر المؤمن مرة مرتين ثلاثة إن الفتنة إذا أقبلت شبهت وإذا أدبرت نبهت لما تكمل شغلها تكشف وجهها القبيح تكشف عن حقيقتها المؤمن يكون من البداية يكتشفها مو بالنهاية من البداية المؤمن يكون يكتشفها للفتنة وما ينطيها مجال أن تستغلها وتوظفها الإمام الصادق عليه السلام إجاء أبو موسى الخراساني قال له إحنا قاعد نقيم دولة عنوانها الرضا من آل محمد شعارها الرضا من آل محمد دولة دافع عنكم دولة طالب وبثاركم أوقفوا يا أنا يا جعفر بن محمد الصادق الإمام الصادق عليه السلام قال له أبي موسى قال له لا الزمان زماني ولا أنت من رجالي لا أنت من رجالي ولا الزمان زماني شوف إجاب شعار الرضا من آل محمد إجاب شعار طلب ثارات آل محمد شعار حلو ولكن الحقيقة مو هاي هاي فتنة تشبه بعديا لما سيطروا على الحكم كشفوا حقيقتهم قتلوا أهل البيت اللي هما ادعوا جايين يدافعون عنهم قتلوهم سموهم الإمام الصادق عليه السلام من البداية قال له لا أنت من رجالي ولا الزمان زماني أنت جاي تريد تستغني أنت جاي تريد تغشني بهذا شعارك والإمام حتى شيعته خلاهم يعرفون هذا الأمر ولهذا ما قبل أن تكون لهم يد في تأسيس الدولة العباسية اللي جتب شعار جميل ولكن حقيقتها كانت حقيقة بشعة ولهذا بالفتنة الإنسان يكون يصير مثل ابن اللبون لا إلى ظهر يركب ولا إلى ضرع يحلب أنا شفت في مور الثالث أمير المؤمنين لما يتكلم عن الفتنة يقول الفتنة لما تجي في موج مضمون كلامه عليه السلام موج كبير عالي الإمام عليه السلام يقول لا تقف في وجه هذا الموج بل افتح لها طريقا حتى تمر وإلا ترى تاخذك وياها خلاصة الكلام المؤمن يكون يصير ذقيل المؤمن يصير رزن المؤمن يصير واعي المؤمن يصير فطن المؤمن يكون فاتح عيونه المؤمن يصير يو عالم يو متعلم المؤمن كل قضية مربيه كون يعرف منين لوين الهدف منها المطلوب منها كون يفهم كل هذه الأمور كون يحيط بكل شي مربيه من أحداث يحيط به من كل جوانبه حتى لما يريد يتخذ موقفي يكون موقفه بالمكان الصحيح ويخلي رجلا بمكان ثابت الله يثبتنا وإياكم على الحق بحق أصحاب الحق محمد وآله الطاهرين وثبتوا الله الذين آمنوا بالقول الثابت الله يثبتنا وإياكم بالحق إن شاء الله تعالى وعلى الحق إن شاء الله تعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته